موسيقى السوداني يوجه الوزراء بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع أمريكا وتركيا ودعوة لاستثمارها اقتصاديا السباة السياسية سيد الموقف في ديالة تشكيل حكومتها رهن بالاتفاقات ودعوة لتدخل بغداد جيش الاحتلال يستعد لاشتياح رفاح والأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي للمقابر الجماعية بغسة السلام عليكم وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الوزراء بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة مع الولايات المتحدة وتركيا السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء استعرض نتائج زيارته الرسمية إلى واشنطن كما استعرض زيارة الرئيس التركي إلى بغداد ووجه السوداني بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وتوفير أقصى الجهود من أجل تحقيق أعلى مستويات المنفع المتبادلة ولجميع القطاعات والنشاطات التي تغطيها المذكرات المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد عد زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة انتقال مهمة في مستوى العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بين البلدين وقال صالح أن أوجه التعاون المالي والمصرفي ستشكل ركنا مهما في دعم جهود أمريكا لإسناد وتقوية السوق المالي المصرفي في العراق وبينا أن رئيس الوزراء وجه بإشراف السلطة التنفيذية المباشر على أعمال المستثمرين الأمريكيين في حقول الاستثمار المختارة في العراق لفت نائب رئيس حكومة تقليم كردستان العراق قابا طلباني نظرت جانب التركي إلى مراعاة قرار فرض الحظر على المطار السليمانية الدولي وأكد طلباني في منشور على صفحة في موقع فيسبوك مشاركة في اجتماع رئاسة وحكومة الأقليم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له مبينا أنه طلب خلال الاجتماع من أردوغان مراجعة قرار إغلاق الأجواء التركية أمام مطار السليمانية الدولي حضيت زيارة رئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق باهتمام بالغ لدى الأوسط التركية التي أبدت بدورها حماسا كبيرا لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين لما لذلك من تأثير إيجابي على مستويات عديدة المزيد مع غدير الحسن نقطة تحول بالعلاقات التركية العراقية هكذا وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى بغداد تلك الزيارة لم تكن عادية على الإطلاق فبالإضافة إلى أنها تأتي بعد أكثر من عقد فإنها شهدت توقيع اتفاقيات عابرة للحدود من شأنها أخذ العلاقات الثنائية إلى مستوى آخر تم توقيع أكثر من عشرين اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد وهدفنا تطوير العلاقات مع العراق بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا أن العلاقات التركية العراقية ستكون مثالا هاما في المنطقة وخاصة مع تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يولي الرئيس أردوغان أهمية كبيرة لهذا المشروع تصف الأوساط التركية الزيارة بالتاريخية حيث تعول عليها في إيجاد حلول للملفات المشتركة وتحسين العلاقات بين البلدين الجرين أمر يشكل انفراجة لطالما تحمست لها ذات الأوساط يبدو أنه في صيغة تفاهمات توافقية مرتبطة بخارطة طريق مشتركة ليس فقط في التفاهم حول الملفات الثنائية بل بطابع إقليمي استراتيجي أيضا والمؤشر الأهم كما رأينا كان موضوع مشروع الخط التجاري العراقي وإشراك الإمارات وقطر في هذا المشروع إلى جانب تركيا والعراق اتفاقية التفاهم الرباعية التي وقعت في بغداد أيضا فيما يخص طريق التنمية تكلل الزيارة تلك وتضع كلا من بغداد وأنقارة في مستوى دولي جديد أكثر من 25 اتفاقية وقعت بين البلدين ونقاط خلافية عديدة حسمت خلال الزيارة ملفات إقليمية ودولية كانت حاضرة على طاولة الاجتماعات أهمها الحرب على غزة والتطورات الأخيرة بين الكيان الإسرائيلي وإيران غدير الحسن الرابعة إسطنبول أكد عضو مجلس ديالة أوس المهداوي أن أنهى أزمة تشكيل للحكومة المحلية تأتي بمبادرة مركزية من بغداد المهداوي أشار إلى أن المكونين السياسيين السني والشيعي كلا منهما لديه مشاكل وخلافات معقدة جدا مبينا أن أنهى عقدة ديالة تأتي بمبادرة مركزية تتوافق عليها القوى الرئيسة للمضي في إنهاء هذه الإشكالية التي بدأت تثير قلق المواطنين وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني شروطاً للمشاركة في انتخابات إقليم كردستان العراق البرلمانية عضو الحزب شواق الجاف قالت أن الشروط هي أن تتمتع لقليات بحقها بوجود كوتا المكونات وأن تنظر السلطة القضائية في كردستان بطعون الانتخابات كما طالبت الجاف بأن يكون لبعثة الأمم المتحدة الدور في مراقبة العملية الانتخابية لأنها جاءت بناء على طلب الحكومة الاتحادية تدفع كتل نيابية لعادة قانون الانتخابات إلى صالته وصالة العمليات السياسية وإخضاعه لمشرط التعديل مرة أخرى بعد أن كانت الصيغة السابقة دافعاً آخر لتحديثات على هذا القانون هذا التوجه ولد ردود فعل متناقضة وهذه الآراء رصدها لنا مصطفى علوش يستمر الزخم السياسي بالدفع باتجاه تعديل قانون الانتخابات حراكنا تتضح معالمه بالتحضير لجمع تواقع نيابية لإدراج التعديل ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان ما بعد الانتهاء من جدلية اختيار رئاسة مجلس النواب الآن الأوضاع لا تسمح بعملية عادة وجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات هو ليس مشروع على قانون الانتخابات أنا أعتقد الوضع السياسي الداخلي مثلاً لا يدفع بذلك هناك خلافات كثيرة منها ربما الخلاف مع الكتر السياسي السنة حول رئاسة مجلس النواب وتمثل هذه الرغبة بمغادرة الدائرة الواحدة وعادة العمل بالدوائر المتعددة كون بعض القوات رأى فيه إمكانية لتحقيق القدر الممكن من المقاعد النيابية أوصاتنا السياسية تعاللوا الدفع باتجاه الدوائر المتعددة نظراً لتواجد قواعدها الجماهيرية في مناطق محددة كل كتلة سياسية تعمل ضمن القهادة الجماهية وكيفية الحصول على الأصوات في الانتخابات القادمة هذه يتفحها إلى عدة توجهة أولاً إذا كانت قاعدتها محصورة ضمن مناطق معينة راح تطمع إلى دوائر متعددة حتى تحصل نسبة من الأصوات وإذا كانت لا والله قاعدتها واسعة فأكيد راح تطمع دائرة الواحدة حتى تتحقق بعد غايتها وفي الحصول على أكبر عدد من الأصوات ويتوقع مراقبون أن تعديل قانون الانتخابات يمثل مغازلة للتيار الصدري تمهيداً للعودة للعملية السياسية كونه من المؤيدين لنظام الدوائر المتعددة جدلية جديدة تدخل إليها القوى السياسية برغبة بعضها بتعديل قانون الانتخابات واعتراض أخرى على ذلك جدلية تعلل أسبابها لزيادة الرغبة بتوسعة القواعد الجماهيرية وزيادة النفوذ مصطفى الوش الرابعة بغداد يواصل مجلس محافظة ميسان استكمال التصويت على رئاسة لجانه الدائمة وكذا بيان لمجلس المحافظة استكمال التصويت على اختيار عضو مجلس المحافظة كوثر الأعراجي رئيساً للجنة التربية والتعليم كما صوت على اختيار رياض عبدالواحد شلاكة رئيساً للجنة المالية والاقتصاد والتجارة مضيفاً أن اللجان المتبقية سيتم التصويت عليها قريباً الجلسة التي حسم بها منصب نائبي محافظة صلاح الدين والتي وصفها أعضاء في المجلس بالأهم من بين الجلسات التي غطاها الزميل محمد الربيعي بجلسة هي الأهم حتى اليوم مجلس صلاح الدين ينهي التصويت على نائبي المحافظ ورؤساء لجانه ويضفي لمسته على مدراء الدوائر والمسؤولين في الأغذية والنواحي في تغييرات شاملة تعطي الرأبة الواضحة للمجلس ورؤساء كتله بالاعتماد على خيارات تناسب مصالحهم في قيادة المرحلة المقبلة المجلس أكد بأن الجميع سيكون تحت طائلة المحاسبة ولن تكون أي جهة حكومية بعيدة عن رقابة اللجان التي ستتكفل بتخيم عمل جميع الدوائر راح تسمعون بالإعلام كلام كثير على دوائر أخرى احنا اليوم لحد الآن اخواني في جلسات مجلس المحافظة ما حطينا الدوائر الخدمية لحد الآن احنا ما مضينا بهذا الملف كل دوائر الخدمية في صلاح الدين سوف تكون تحت طائلة المسئولية من قبل مجلس المحافظة اللجان مجلس المحافظة راح تتشكل وراح تبدأ بالحركة المكوكية للدوائر وتنقل تقارير مفصلة عن هذه الدوائر وعن ما هي الخدمات التي تقدمها لأهمها الرؤية الجديدة التي يحملها مجلس صلاح الدين في إدارة المحافظة بشكل جديد ومغاير يعطي الأمل بتغيير مرتقب ومرحلة عمل وإنجاز إلا إن البعض يرى بأن هذه الخيارات يجب أن تكون متوازنة بين التخصيمات الحزبية للكتل من جهة وأختيارات الكفاءة من بين الأسماء التي يمكن أن تقدم الأفضل لأبناء المحافظة من جهة أخرى مجلس المحافظة والمحافظة إلى رؤية جديدة يحتاجون احتمال إلى أدوات جديدة الأدوات الفاشلة الأدوات الفازلة أكيد هذه قابلة للتغيير نتمنى أن تكون تقييمات دقيقة وحقيقية بتغيير الوجوه لإدارة محافظة صلاح الدين من الفترة السابقة وكيد كلها الصبع مصلحة المحافظة ومصلحة مواطن محافظة صلاح الدين ويصف مختصون مشهد تغييرات المناصب في صلاح الدين بأول اختبار للمجلس وأعضاء الكتل السياسية لإثبات صدق نواياهم بوضع لمسات يسعون من خلالها للتغيير وأنهاء حقبة الفساد التي عاشتها المحافظة خلال الأعوام الماضية محمد عادل الرضيعي الرابعة صلاح الدين أطلقت مؤسسة تعليم اليوم مشروع المدرسة الحكومية الألكترونية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وانطلق المشروع بحسب مرسلنا برعاية وزير التربية إبراهيم الجبوري حيث يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى العراق ويعتبر استثمار لتجربة التعليم الإلكتروني الناجح بالإضافة إلى مواكبة التطور العالمية أوضح البرلمان أن الإجراءات الحكومية قلصت الضغط على السوق الموازي بنسبة 30% وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية مدر الكراوي أن الأسواق الموازية حقيقة لا يمكن غض النظر عنها وبرزت بسبب أخطاء وثركمات استمرت لسنوات عديدة في معالجة الأبعاد الاقتصادية من خلال تقوية الدينور وليس إضعافه مبيناً أن إجراءات الدولة في كبح ارتفاع الدولار ومنع تهريبه ودفع التجار والشركات إلى المنصة الألكترونية تزامناً مع ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الأساسية في الأسواق بمحافظة وسط تبرز سلة الغذائية كداعم من أساس للمواطنين هناك حيث استطاعت أن تخفف تأثيرات هذا الارتفاع على الطبقة الهشة والفقيرة يتصدر ارتفاع أسعار المواد الغذائية أولويات المواطنين وهمومهم هنا في وسط ارتفاع لم تحد منه المتابعة الأمنية أو مراقبة التجار لكن توزيع أكثر من ثمانين ألف سلة غذائية في المحافظة ضمن البرنامج الحكومي لمواجهة الفقر وتقليل آثاره على المجتمع خفف من معاناة المستفيدين من ذو الدخل المحدود سلة الغذائية هي أحد المميزات التي جاءت منحها وزارة العمل هي حماية اجتماعية عدد المستفيدين الموجودين عندنا في قاعدة بيانات واسطة للرجال فقط 80 ألف فأكثر ثمانين ألف ومية وشوية تقريبا هذه ثمانين ألف الكل استلم سلة غذائية من أول ما طلقت الخدمة الغذائية للعاطلية هي سلة غذائية ضافية للسلة الغذائية التي تمنحها الدولة عندما أنا أتفعل هذه السلة أكيد رأي أحفظ كرامتها من خلال هذه السلة الغذائية ونتأمل أن تكون هناك خطوات أخرى لهذه العوائل للحفاظ أولا على عراقيتها من هذا الباب ومن الجانب الإنساني إضافة إلى أنه ارتفاع الأسعار أكيد أثر بالسلب على هذه العوائل الكريمة مراقبون ومواطنون أبدو ارتياحهم لتلك الخطوة كونها ستسهم بتخفيف عن كاهلهم وتحد من جشع بعض التجار كل ما من شأن أن يخدم الطبقات الفقيرة في المجتمع هي حالات إيجابية يجب أن يتم الثناء عليها يجب أن تسجل لأداء وعمل الوزارات المعنية والحكومة الاتحادية ولكن ندعو في ذات الوقت إلى التدقيق مليا في هذا الأمر كون مثل هكذا مبادرات يعني نقول إحنا مبادرات جميلة إحنا كونا أيضا نمتلك فرق تطوعية وعمال إنسانية دائما نسعى لنفعل هكذا مبادرات فاليوم جميل جدا أن نرى الحكومة هي اللي تبادر بهذا الأمر فأكيد إحنا نشد على إيديوهم وإحنا نشجحهم وإحنا رح نستمروا إياهم بهكذا مبادرات إن شاء الله وبحسب أرقام رسمية فإن أكثر من مليوني عائلتين مسجلتين ضمن برنامج الحماية الاجتماعية إذ تقدم الشبكة عدة خدمات منها قروض ميسرة إلى جانب الرواتب الشهرية من مدينة الكو سجد العطية الرابعة تساءلت لجنة النزاهة النيابية عن أسباب تراق الحكومة بشان حسم ملف سريقة القرن والخاصة بسريقة الأمانات الضربية التي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار وقال عضو لجنة النزاهة علي تركي أن المتورطين الرئيسين بدعوى سريقة القرن ما زالوا يسرحون ويمرحون دون محاكمتهم مشيرا إلى أن الحكومة وهيئة النزاهة مطالبتان بالكشف عن حقيقة هذا التراخي ولماذا لم يتم حسم الدعوة ومعاقبة المتورطين كافة اعتماد التعاملات الالكترونية بدلا من الورقية منهجية تقول لحكومة أنها ستقلل من عمليات الفساد والصفقات المشبوهة الزميل أحمد ليث التقى خبراء بالاقتصاد لتقصي هذه المنهجية فنتابع الانتقال من التعامل الورقي إلى الالكتروني مشروع تعمل الحكومة على تعميمه في القطاعات الرسمية والأهلية بعد أن تقدمت به في مكانات متعددة الإصرار على مواكبة التطور الالكتروني في التعاملات المالية والإدارية بشكل كامل يحتاج إلى وقت وأدوات ومراقبة تشريف على تطبيق خطوات هذا المشروع لكن هناك اشتراطات ومعايير دولية بالاتجاه نحو حكمة النظام داخل الدولة العراقية أولا وأتمتت مؤسسات الدولة العراقية لأن هذا الموضوع مثل ما تفضلت اليوم يتيح للدولة السيطرة على موردها أولا والابتعاد عن كل عمليات مشبوهة بالتعاملات سواء كانت الإدارية أو التجارية هناك أيضا محاولة لوضع اليد على الكثير من المنافذ الحدودية وإعادة أموال الدولة إلى خزينة الدولة الاتحادية القضاء على حالة الفساد والابتزاز وبيروقراطية الإجراءات التي يواجهها المواطن في دوائر ومؤسسات الدولة ومراقبة حركة الأموال معالجات كلها ستتوفر لحظة انتهاء الحكومة من تجهيز منظومة العمل الإلكتروني وتخلصها من التعامل الورق المباشر هناك ثقافة يجب أن تدخل ثقافة عبارة عن ثقافة مجتمعية بالأتمة بالتعاملات عبر هذه الكارتات الذكية هذه بحاجة إلى ثقة متى استطعنا أن تكون هناك ثقة وجدية بالتعامل ستكون انتقالة كبيرة وانتهاء لوجود الأموال التي تنقل عبر الوساط الاحتيادية كما يسمى بالتعاملات الورقية والتعامل بالنقل خطوة حقيقية ستستطيع أن تنتقل العراق إلى مراحل كبرى إضافية وفي الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة الحالية إلى تطبيق برنامجها الإصلاح على مستويات كثيرة يؤكد مختصون بأن مشروع التحول الإلكتروني هو العامل الأساس في تطوير العمل بالجوانب المالية والإدارية بجميع المكانات أحمد ليث بغداد قناة الرابعة وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني بسرعة إنجاز الأعمال الجارية في محطة كهرباء الأنبار المركبة وفق المواصفات المطلوبة السوداني خلال زيارته المشروع شدد على عدم التعذر بأي تأخير بعد أن وفرت الحكومة كل مستلزمات الإنجاز للمحطة الكهربائية كما وجه متابعة مشروع غاز عكيزا الذي سيغذي المحطة بالوقود بعد إنجازها أعلنت وزارة الأعمار والإسكان افتتاح مجسر الشالجية وسط العاصمة بغداد مطلع أيار المقبل وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح إن المجسر الموجود ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات سيخفف من الحركة المرورية من ساحة عدم باتجاه منطقة العلوي مؤكداً إن المشروع من بين التقاطعات المهمة كونه يربط مناطق حيوية مع جانب الكرخ منها الطوبتي والشالجية والأعظمية مشهد تكرر بثلاثة طرق رئيسة بمحافظة نينة وتخسفات مفاجئة تتسبب بحوادث مرورية خطيرة فيما يغيب عن المشهد الحرك الخدمي لصيانة هذه الطرقات هكذا يعاد مرة أخرى إصلاح هذا الشارع بعد تعرضه لخسف كاد أن يتسبب بحوادث مرورية هذه الحالة تكررت ثلاث مرات في شوارع مختلفة داخل مدينة الموصل خلال أقل من شهرين فقط مراقبون أشكك بوجود شبهات فساد لدى الشركات المنفذة لتلك المشاريع ظهور حالات التخسف الجديدة والتي نشهدها في الشوارع طبعا هذا الشيء مريب جدا ويدعونا إلى الشك بأن هناك حالات فساد يجب معاقبة ومحاسبة القائمين على المشروع وتتصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة الشركات المحالة إليها المشاريع والتي تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى جانب محاسبة الجهات المعنية التي أحالت وتسلمت المشاريع من دون التحقق من جودتها مأظم الإحالات التي وحيلت للشركات التي قامت بتمليط هذه الشوارع كانت إحالة لشركات غير رصينة وهذه الشركات من المؤكد أن عملها غير جيد وغير مهن والدليل التخصفات التي تحصل حاليا فكان من باب أولى أن تحاسب الشركة التي قامت بهذا العمل وأيضا تحاسب الجهة التي أحالت هذه المشاريع لهذه الشركات أكيد الشغل ما مضبوط كان وإلا هم أبو الشارع يشتغل وقبل صبك يشتغلوا أبو المجال يشتغلوا يخصف الشارع هل هذا جائز؟ عجلة الإعمار مستمرة في نينوى غير أن شبهات الفساد في طريقة الإحالة والتنفيذ بحسب ما يؤكده مراقبون هي المتسايدة في الكثير من المشاريع فضلا عن تلكء بعضها أو توقفها منذ سنوات طويلة من الموصل عمر القاسم الرابعة نقلت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي عن مصادر أن جيش الاحتلال يستعد لاجتياح مدينة رفاح جنوبي قطاع غزة في وقت قريب جدا وأشارت لأن العملية البرية تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان قبل البدء بالهجوم يأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال قصف المكثف على مناطق عدة من وسط القطاع إلى جانب توالي تحضيرات دولية من شن عملية برية في رفاحها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الحرب على غزة لحقت أضرار هائلة بالبنية التحتية الحيوية في القطاع وفقد أكثر من مليون شخص منزلهم وفي بيان لها أشارة الوكالة إلى أن غزة واجه كارثة بيئية جراء توقف أبار المياه بصورة كلية ومنذ أسبوعين مؤكدة أن القطاع بكامله يعيش حالة من العطش الشديد وانعدام الخدمات الأساسية دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحقيق دولي في المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمع الشفاء ومجمع نصر الطبي بقطاع غزة وفي بيان شددت الأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات مستقلة لمواجهة الإفلات من العقابة وصفة للأمر بالمروع كما شددت على ضرورة إشراك محققين دوليين في هذا المسار للمصول إلى الحقائق قال الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة أن الاحتلال لم يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل وفي كلمة مصورة أشار أبو عبيدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عالق في رمال غزة والمقاومة مستمرة في جهادها مئتا يوم مرت ولا يزال الجيش الهمجي النازي عالقا في رمال غزة بلا هدف ولا أفق ولا انتصار موهوم ولا تحرير لأسراه ويستغل ورطته على الأرض في المزيد من التدمير الانتقامي الأعمى والأهوج والعشوائي الذي لم يحقق يوما انتصارا لأي من الغزاة ولن يكون هذا الجيش السادي ولا قيادته الفاشلة أوفر حظا من الغزاة القتلة عبر التاريخ بل إن ما سيحصده هو المزيد من الغضب وروح الانتقام والاستعداد لكنسه ومواجهته في فلسطين وحولها بل عبر العالم بأسره وقد سمعنا زعيم النازية الجديدة نتنياهو يقول إن والده أخبره بأن الكراهية لهم هي فيروس يتجدد عبر الزمن ونقول له هذا صحيح وليس بحاجة ليكتشفه والدك المؤرخ لكن ما نسي أن يقوله لك والدك وأن هذا الفيروس سببه قذارتكم المفرطة ودماء الأبرياء التي تتلطخ بها أياديكم عبر الزمن ما نسي أن يقول لك بأن هذا الفيروس قاتل وفتاك وأن نتيجته الأكيدة هي موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم بإذن الله خراب ودمار واسع النطاق في قطاع غزة مع استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مئتين يوم على التوالي إذا عرب أهل القطاع عن يأسهم مع تدمير كل معالم الحياة أبرزها قطاعي الصحة والتعليم تفاصيل أكثر مع محمد البلبيسي مئتين يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة دمرت إسرائيل في هذه الأيام مباني ومنازل المواطنين في كل مكان في قطاع غزة باتت المشاهد المألوفة للناس الضمار الخراب وأيضا مشاهد الدماء التي انتشرت في كل مناطق في قطاع غزة في ظل صمرار هذه الحرب وفي ظل صمرار الصمت الدولي المطبق على جرائم الجيش الإسرائيلي هذه المشاهد ونحن هنا اليوم في اليوم المئتين للحرب الإسرائيلية المستمرة بين ركام المنازل وبين الخيام المدمرة التي نشاهدها في هذه الأماكن الطرقات حولت والأرصفة في الشوارع إلى مناطق للخيام وأيضا نتحدث عن واقع مرير صعب يعيشه سكان قطاع غزة بعد استمرار هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة وأيضا نجحت إسرائيل بتدمير كل معالم الحياة حولت إسرائيل وسائل النقل من السيارات إلى عربات تقولها الحمير وباتت هذه الوسيلة الأكثر وصولا تواجدا في قطاع غزة لذلك الجيش الإسرائيلي أيضا دمر تفاصيل صغيرة مياه الشرب الحصول على المياه الشرب بات صعب جدا الحصول على الطعام بات صعب جدا أيضا عملية التنقل من مكان إلى آخر باتت مهمات صعبة لمواطنين الفلسطينيين وهي كانت من أساسيات الحياة ولا يمكن الحديث على هذه التغيرات قبل الحرب ولكن الحرب دمرت كل شيء وأبقت الهدوء والنوم في المنزل من أحد الأحلام للمواطنين الفلسطينيين كل شيء تغيرت يا عمي كل شيء تغيرت في حياتنا سبنا أولادنا ودورنا تضمرك وهينا قاعدين في خيامان في الزواد وإش بدك أكثر من هي خرابة ديار إننا 200 يوم في الحرب إحنا قبل الميتين يوم كنا في دور كنا عايشين كنا في الجامعات جزء متعلم جزء قاعد بتعلم بعد الميتين يوم إحنا سبنا الضور سبناها الركام وقاعدين إحنا بخيام فيش تعليم فيش وين ما تيجي يعني عوباء الكبد الوبائي ضمر للطفال إننا يعني الوضع عنا مأساوي بشكل كبير 200 يوم الحرب أفرقت كتير يعني فارج بين السماء والأرض يعني إحنا كنا معززين مترمين جاعدين في بيوت وأكل نظيف وشرب نظيف وعاقفين إحنا من وين مصدر هذا الأكل والشرب لكن إحنا نجد جاعدين في خيام وبيجيين أكل من التكيات وهذا بس كتير إحنا دخلنا مستشفيات صار معنا تسمم يعني وضع لا يغسى له خلال أيام الحرب ضمرت إسرائيل المراكز الصحية وأهم المستشفيات كمستشفى الشفاء في مدينة غزة ومستشفى ناصر جنوب القطاع لتدمر القطاع الصحي بشكل كامل في تدمير لكل البنية التحتية ومعالم الحياة في غزة محمد البلبيسي خناة الرابعة قطاع غزة أذكر بالأبرز السوداني يواجه الوزراء بمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا وتركيا ودعوة لاستثمارها اقتصادياً السبات السياسية تسيد الموقف في ديالة تشكيل حكومتها رهن بالاتفاقات ودعوة لتدخل بغداد جيش الاحتلال ليستعد لاجتياح رفح والأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي للمقابر الجماعية بغزة في أمان الله اشتركوا في القناة